أيضا الرئيس عبدالفتاح السيسي تابع بالأمس الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخاصة بالأهل الهندسية على مستوى الجمهورية خصوصا المشروعات الانشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة زي ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض أيضا تم استعراض عملية التطوير اللي بتتم في منطقة الروايسات في مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء وجه سيادته بتطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب إيهاب الفر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب إيهاب عبدالله مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية ولواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية ولواء أيمن سليمان مساعد رئيس الهيئة الهندسية للتسليح والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير عام مصنع إبداع للرخام والمهندس أحمد فايز رئيس مجلس إدارة المكتب الهندسي للتخطيط والعمارة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بين الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ساحة الشعب والبرلمان وساحة المعارض فضلا عن التصميمات الهندسية الداخلية والأعمال الفنية المتنوعة لمسجد مصر التابع لمركز مصر الثقافي الإسلامي وما يضمه من قاعات مناسبات ودار القرآن الكريم كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مشروعات الطرق والمحاور بما في ذلك تطوير الطريق الدولي الساحلي من مرسى مطروح إلى السلوم وتطوير طريق الطور سانت كاترين فضلا عن تطوير تقاطع طريق السويس مع محور شنزو أبي كما تم استعراض عملية تطوير الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل وشامل لمختلف الخدمات بما يصب في صالح السكان أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذي الحالي بشأن جهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة ضريح سيدنا الحسين حيث أكد الرئيس على أن تشمل عملية تطوير الخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها موسيقى